وفقاً للتقرير فإن المجموعات الرئيسية المشاركة في الجولة الثانية من التطعيم على نطاق واسع في أذربيجان هي المعلمون والعمال في الخدمة الاجتماعية والأشخاص الآخرون المعرضون للإصابة بالفيروس سيتم تنفيذ أعمال التطعيم في مستشفيات مخصصة في جميع أنحاء البلاد وستقوم المستشفيات بإعطاء اللقاح في المنزل للأشخاص الذين يصعب نقلهم إلى الخارج أحتاج إلى البقاء لمدة نصف ساعة بعد تتعامل المراقبة حالياً أشعر أنني بحالة جيدة ولا يوجد تفاعل سربي أتمنى أن يتم تتعامل جميعي يذكر أن الجولة الأولى من التطعيم في أذربيجان بدأت في الثامن عشر من يناير والمجموعات الرئيسية المشاركة فيها هي أفراد الطاقم الطبي وفقاً لنتائج بحث خبرائنا إن استقرار وسلامة لقاح السينوفاك الصيني مرتفعان للغاية وهو يلائم معظم الناس اعتباراً من يوم الاثنين رفعت ذربيجان بعض تدابير اللقاية من الوباء واستأنفت المدارس الابتدائية والثانوية تدريس الميداني واستأنفت المطاعم والمقاهي عملها الطبيعي قبل الأول من أبريل يجب على الناس ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة والحفاظ على مسافة اجتماعية تزيد عن متر ونصف وحتى الآن لا تزال المراكز التجارية مغلقة فيتواصل وقف متر الأنفاق عن العمل